هو طبعا الحوار مهم مع أولادي لو هم تركوا الصلاة أو ما بيصلوش يعني لكن فكرة الاقتداء القدو لما ابني أو بنتي يشوفوا الأم والأب بيصلوا طبعا طبيعيا وتلقائيا هيقلدهم يعني عايزين نأكد على هذه النقطة حتى في البيوت إنه إقامة الصلاة من قبل الأب والأم ولما هذا المشهد يتعود عليه ابني وبنتي تلقائيا هيعمل زيهم مش بس إقامة الصلاة كل الأمور الحياتية والأمور الدينية اللي هي صلة مع ربنا سبحانه وتعالى صلة مع النفس صلة مع الخلق لما ابني يشوفني بعمل الناس بطريقة كويسة هيتعامل لما ابني يشوفني بطلع حاجة لله وبعطف على حد فقير أو مسكين أو محتاج هيتعامل هيسألني هو أنت بتعمل إيه هعلمه تخيل كده سيدنا لقمان قعد مع ابنه بدي له المبادئ بقول له وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيا علقته مع ربناه يا بنيا لا تشرك بالله وبعدين بقول له أنا عاوز علاقتك مع بابا وماما تبك كويسة بقول له لإن ربنا وصنا على بابا وماما الأهل بعده ووصينا الإنسان بوالديه طيب بعد كده عاوزك ربنا فرض علينا حاجات تعملها يا بنيا أقم الصلاة مش بس كده لما تشوف حاجة غلط لازم تتكلم وأمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بمعروف برضو إن ذلك لمنعزم الأمور طيب بعد كده بقول له الاتيكيت وقصد فيه مشيك يعني وانت ماشي يمشي كويس الاتيكيت اللي احنا بنقوله هو واغضض من بصر وصوتك ما تعلهوش إنه أنكر الأصوات هو ده إيه؟ هو بقول له في الأول خالص يا بنيا بأسلوب التودد يعني يا حبيبي عشان احنا ما بنتكلم دلوقتي للأسف لما جمعت أم القرى في مكة المكرمة نشرت بحث عن مفهوم التربية قالوا التربية بعيدا عن العلم والوحي بتسبب أضرار كتيرة اللي هو إحنا هنربيهم كده وخلاص زي ما إحنا تربينا من غير مجهود من غير متعلم من غير مفهم احتياجات الولد واحتياجات البن قالوا دي بتؤدي إلى كارثة أمور كارثية أول حاجة أن الولد ما بيعرفش يتواصل مع اللي حواليه تلاقيه ولد منعزل تلاقيه ليه هو شايف بابا وماما أسلوب التربية عندهم ما فيش أسلوب ما فيش بابا وماما بتفهموش مع بعض فالولد عايش في حرب فييجي ما عندوش أسلوب يتواصل مع الآخرين تاني حاجة أنه يكون عنده اعتداء دائم على اللي قدامه يعني ممكن يجي يلعب مع أولاد قدامه يضربهم ليه لأنه هو عنده المخزون والتواصل هو شكله كده تالت حاجة أنه ينشأ عندي فتى مدلل ما لوش علاقة ولا شيء الهم أي حاجة رابح حاجة فقدان الثقة في الحياة الزوجية إيه رأيك في مفهوم الجواز لا البنت تقول أنا مش عاوز أتجوز والولد يقول لا ده حاجة فشلة ليه هو ما شافش ده في البيت عنده يبه فن التربية ده حملة على كل أب وكل أم يبه لازم يكون عندنا الفن ده أننا نتعلمه وأننا نغير من سلوكياتنا ومن حياتنا لذلك علماء علم النفس عندما تكلموا قالوا كل أب وكل أم لازم يكون عنده ثلاث حاجات اللي هو المربي اللي هو القدوة قالوا أول حاجة الثقة لازم يكون عنده ثقة في نفسه ثقة في كلامه ثقة في تصرفاته وأفعاله تاني حاجة أنه يكون عنده التزام بالمهام بمعنى أننا وعدت أولادي هعمل كذا يبه لازم أعمله النبي علمنا كده الست لما قالت لابنها لو عملت الحاجة دي هديك طمراه قال النبي بص كده وقال لها والله لو لم تعطه لحسبت عليك كذبة يعني لو ما عملتش الحاجة ده والله تبه كذبة ليه أنت بتوعديه وهو بأمل في الحاجة دي طيب وثالث حاجة أننا ما يكونش عندي حب مشروط بمعنى أنا بحبه عشان هو ابني مش لو عملت دي أنا أحبك لا هو لازم يسمع منك الكلام ده والعاطفة تخيلوا كده تنين والراجل قاعد في مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بنته الأول فيروح بايسها كده واحتطة على الأرض فيدخل ابنه يروح بايسه ومقعده على رجله فسيدنا النبي مدرك المشهد وباصص على الصورة دي فيقول له سيدنا النبي لو لم تعدل لأدخلك الله النار هو عمل إيه؟ ده هو باس البنت وحطاه على الأرض وباس الولد وقعده على رجله لو لم تعدل أن أنت تخلي اللي اتنين زي بعض آه للأسف عندنا ناس بيظلموا في التفرقة بين الولد والبنت يحسسوا أن البنت غير الولد أو الولد غير البنت لا يجي سيدنا النبي يقول فن التربية اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة